ترأس وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم اجتماعا للجنة الدفاع المدني للوقوف على الاستعداد والجهزية لفرض الحطر الجزئي في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واستعرض وزير الداخلية مع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على الاستعدادات والإجراءة الاحترازية المتخذة من جميع جهات الدولة داعي نياها إلى التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس وشدد على أهمية تكريس كل الإمكانيات البشرية والصحية لمواجهة تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين